خلينا نبدأ بالأسئلة الشائعة يعني أنا بس تسمحك يعني أن أنا هتكلم بلسان الناس فممكن تبقى الأسئلة كده زي ما بيقولوا من كل بستان ظاهرة يعني لما تيجي الأم أو الأب يقولوا الأم مثلا تحديدا لأن الأم هي اللي بتقضي فترة طويلة كمان قوي مع الأطفال فتقول أنا ابني لسه ما تكلمش هل ده طبيعي ولا لأ فالحقيقة أنه يعني عايزين نعرف المدى الزمني لتطور اللغة عند الطفل المفروض إمتى بيتكلم؟ المفروض إمتى نقلق؟ ولما بنقلق دي بنعمل إيه؟ والمفروض نلجأ للطبيب مباشرة ولا إحنا في البيوت المفروض بنعمل حاجة الأول فخلينا ناخد السؤال ده الأول أنا ابني ما بيتكلمش لسه ما تكلمش نقول إيه للأمهات اللي بيسألونا السؤال ده؟ هو طبعا عشان أقول ابني ما بيتكلمش لازم أكون عارف زي ما حضرتك قلت مدى الزمني الطبيعي لنمو اللغة وكلمة تأخر نمو اللغة وابني متأخر في الكلام هو معناه أن قدراته اللغوية أقل من أقرانه الأسوياء في نفس المرحلة السنية فالطفل اللغة بتنشأ أصلا من ساعة الولادة فمن ساعة الولادة بتمر بمراحل من أول الولادة لغاية ما بينطق الطفل بكلماته الأولى مرحلة من ساعة الولادة من أول ولادة لغاية سن شهرين بتبقى اللغة في صورة البكاء الإنعكاسي والأصوات الإنباتية اللي بيعبر بها طفل عن حالته من سواء الجوع أو ألم ثم تليها مرحلة المنغاة ثم مرحلة اللعب الصوتي ثم المنغاة المتكررة ثم المنغاة الغير متكررة ثم الهراء التعبيري اللي هو طفل بيتكلم كأنه بيتكلم لغة أجنبية ما بيبقاش مفهومة للأبوين ثم تبدأ مرحلة الكلمة الأولى اللي فيها مدى زمني من تسعة شهور لتمنتاشر شهر والأشع بتبقى حول السنة الأولى ينطق الطفل بكلماته الأولى تتطور اللغة عند سن سنتين أو من سن ونص سنتين بيبتتي جون جملة من كلمتين من سنتين لسنتين ونص بتتطور لجملة من ثلاث لأربع كلمات عند ثلاث سنين بتتطور اللغة إلى جملة من خمس لست كلمات وتدخل على اللغة بعد كده التكوينات السياقية أو النحوية اللي احنا بنقولها والتكوين الصوتي اللي هو نطق الأصوات أو مجازاً الحروف بشكل صحيح بيستخدم الطفل النفي بيستخدم الضماير بيستخدم الأزمنة بيستخدم الجمع بيستخدم حروف جر اللي هي التركيبات النحوية إلى أن تكتمل اللغة حول سن ثمان سنوات فدي المراحل الطبيعية اللي المفروض الأب والأم كتوعية لأي أم مقبلة على الولادة تكون عارفة قبل ما الطفلها يتولد المراحل الزمنية الطبيعية لنموه اللغة طب إمتى الأهل أو ماذا يجب على الأهل مراعاته في ملاحظة الطفل لتوقع أنه ممكن يكون عنده مشكلة صحيح لازم الأهل يكونوا عارفين النموه الطبيعي للغة لازم يكونوا عارفين النموه الحركي الطبيعي يعني الطفل بيقعد أمتى بيبتدي يقف أمتى يمشي أمتى لأنه برضو الجهاز الحركي ممكن يبقى ليه علاقة بنموه اللغة ملاحظة انتباه الطفل للأصوات أن الطفل مثلاً بنادي عليه ما بيبص ليش أو في حاجة تخبط في البيت مثلاً وإيه حاجة باب بيطقبط أو جرس باب أو جرس تليفون الطفل ما بينتبهش دي برضو نحطه في الحزبان استجابة الطفل الأوامر لما بطلب منه طلب أو بقوله مثلاً هات كذا أو اعمل كذا أو ادي دي الباب أو أي حاجة ما بيستجبش اندماجه الاجتماعي مع أقرانه سواء مع إخواته أو مع أصدقائه أو مثلاً في الحضانة أو مع أقربائه بيلعب معهم مندمج معهم ولا مندوي واخد جنب لوحده كل الحاجات دي بنتحط في الاعتبار لما الأهل يعرفوا الطبيعي ويشاهدوا ابنهم أو يلاحظوه ويلاحظوا أن فيه أي حاجة من الحاجات دي أقل من الطبيعي أو غير طبيعية لازم يلجأوا إلى المتخصص إلى الطبيب المختص علشان نشخص هل العرض ده عرض مرضي فعلاً يستحق التدخل أو فحصات إضافية لتعديد التشخيص ولا لا؟ تمام ترجمة نانسي قنقر